موسيقى 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 اليوم التعامل القديم مع منظومة الصحية ما تغير فيها شيء إذا كان فما مشكل أساسي في البلاد هذه اللي هو مشكلة أطباء الاختصاص الغايبين في المناطق الداخلية هذا موضوع حقيقي ويعانيهم منه الجيهات الداخلية واحنا بعد الثورة الجيهات الداخلية يجب أن تأخذ حظها من التنمية وخاصة من التغطية الصحية ولكن الحل لا يكونوا بالطرق القديمة لا يكونوا بطرق الإسقاط وإنما بطرق الحقوة والتشاوة وهذا ما نطلبوه اليوم من وزارة الإشراف ومن المجلس الوطني التاسيسي الطب اليوم اللي خارجين ويحبوا يعملوا وقفة احتجاجية قدام وزارة الصحة ولا قدام المجلس الوطني التاسيسي هذا الكمل هائل من الأطباء لا يكونوا غالطين لا يجتمعوا على غلط وخطأ ساحة فرق العلوم لكنها يمنحوا einer أخرى لعمل مجلس الوطني ساحة فرق العلوم الساحة فرق العلوم ساحة فرق العلوم ساحة فرق العلوم فتح أحدهم في ساحة فرق العلوم تم مهون صامدون صف واحد بالنظار صف واحد بالنظار نحن العمل الإجباري في المناطق الداخلية لا يريد أن التبيب لا يريد أن يعمل من البرا أما غروف الموصلة في البلاد البرا لا تخلص للتبيب أن يتعلم بقائمة وتعلموا المدسين التي يقرأها لأن التجربة أن يتعلم وأن التجربة لا تكون مغير ماتيريل وأن التجربة في العلاج كان يحسن محقاً في البراء في الانترائيور وليس يرفض المبدأ ولكن هناك كونديشيات لتخليفها باعدة استجادة وتتسنين في الانترائيور نحن نطالب بوجود ندوة وطنية يجتمعوا فيها كل نقابات الصحة مع الوزارة مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مع مجتمع المدني من أجل إيجاد حلول حقيقية هذه الندوة تكون مخرج للجميع من أن يتراجع عن مشروع القانون الموجود على أنظار المجلس الوطني التأسيسي مجلس الوزارة صحيح ربما المواطنين يقولوا أن الوزارة تارحى تبلغ تصاص في المناطق الداخلية هذا مطلب حقيقي للمواطنين ولكن لا يمكن فرض أي حل على الأطباء بقوة الوزارة وبقوة البوليس وبقوة الدولة لا بد من تعامل تشاركي مع الأطباء ولا بد من الاستماع إليهم أحنا لهم ننقص الاستماع إلى بعضنا يلزمنا نستاذ ونسمع بعضنا ونجلسوا على طويلة الحوار ونقدموا حلول حقيقية الأطباء ما همش ناقصين أفكار ما همش ناقصين حلول عندهم الإمكانية باش يقدموا الحلول الكافية لهذا المشكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة